موسيقى فيما ينشط صباق النفوذ في المشهد الإقليمي بين اتجاهين الأول تقوده الولايات المتحدة بتحالف رسخته مع اسرائيل والخليج كان مؤتمر وارسو آخر تجلياته في محاولة منها لإيجاد واقع جديد في المقابل يثبت الاتجاه الآخر قدرته على التأثير والحل في الملفات الساخنة بقيادة روسيا ليتمثل في آخر محطته بقمة سوتش الثلاثية مع إيران وتركيا وبرغم هذا الاشتباك المترنح ما بين الصراع والتهدئة وبانتظار ما تسرب عن زيارة الوزير بومبيو إلى بيروت يستفيد لبنان من الفرصة الإقليمية والدولية ومن رغبة كل القوى في تحييده فها هو قطار حكومة إلى العمل انطلق من محطته الأولى سادر وأمال كبرى بأن يكون العلاج الاقتصادي الشافي وأنقاذ الدولة من الانهيار أما المحطة الثانية واللافتة فكانت نحو سوريا مع زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب دمشق ومؤثرته من تساؤلات بشأن مغزاها في هذا التوقيت وتزامنها مع أول يوم عمل رسمي للحكومة بعد نيلها الثقة فضلا عن تداعيتها أما إذا كانت الحرب على الفساد هي المحفز الأهم لحكومة العهد فإن كثرا يتسألون عن المدى والحدود التي ستصل إليه على المستويين الرسمي والسياسي وهل سيتحرر القضاء من القيود والكيدية السياسية عن هذه التغيرات الأقليمية وزحمة المؤتمرات والقمم وانعكاساتها على المشهد العام في المنطقة فضلا عن دخول لبنان مرحلة جديدة وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية نناقش اليوم ضيفنا في حوار الساعة الكاتب والصحفي اللبناني قاسم قصير أهلا بكم إلى حوار الساعة صباح الخير أستاذ خاسم أهلا وسهلا فيك على شاشة الميادين عبر برنامج حوار الساعة يعني يمكن أن يسمى كان أسبوع القمم سأبدأ من مؤتمر وارسو الذي سمي بوجه آخر لوعد بلفور أو هو المشروع الأخطر بعد سايكس بيكو ما هي الرسائل برأيكم التي حملها مؤتمر وارسو وهل نحن أمام استفاف جديد تمثل بهذا المؤتمر أولا تحية لك والمشاهدين الكرام مؤتمر وارسو جاء تحت عنوان أنا برأيي ملء الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا هذا هو الهدف الأساسي وطمأن الحلفاء أمريكا في المنطقة أن أمريكا ستتابع دورها في المنطقة بغض النظر عن انسحابها العسكري عندما يحصل من سوريا لكن أمريكا لإرضاء حلفائها كانت تضع عنوان أساسي لهذا المؤتمر في البداية هو عنوان محاربة إيران هذا كان هو العنوان الأساسي لكن اعتراض الدول الأوروبية واعتراض حتى بولندا التي استضافت المؤتمر جعل أمريكا تغير العنوان إلى مؤتمر السلام والشرق الأوسط كان جائزة الترضية التي كانت تريدها أمريكا من هذا المؤتمر طالما أنه غير قادر على تشكيل جبهة لمواجهة إيران بالشكل المباشر التطبيع بين العدو الصهيوني وبعض الدول العربية ما سمي بتهيئة الأرضية الخصبة لصفقة القرن يعني هذا من ضمن مفاعيل العمل لصفقة القرن هو التطبيع حتى التطبيع بدون ثمن يعني عادة الدول العربية كانت تشترط أنه أي تطبيع أو أي علاقة بينه وبين الكائن الصهيون مقابل تسوية الخضيات الفلسطينية المشكلة الآن أو الخطير الآن أن التطبيع يتم بدون أي ثمن يعني لا دولة فلسطينية ولا إعطاء حقوق للشعب الفلسطيني وبغياب العنصر الأساسي بالقضية الفلسطينية تخطينا مرحلة التطبيع لأنه يقال أن هذا التحالف دشنا يعني تقدما أكثر بكثير من أطوار التطبيع التي كان يتم الحديث عنها هناك عمليات تطبيع لكن هذه عمليات تتم بشكل رسمي وبحدود معينة لا نمكن القول أن هناك تطبيع الآن كامل بين الدول العربية وبعض الدول العربية لكن على الأقل انكشف ما كان يتم بشكل سري العلاقات ما بين بعض الدول العربية والكاملين كانت موجودة بلقاءات بمؤتمرات بتنسيق أمني أحيانا لكن لأول مرة حتى لقاءات داخل هذه الدول يعني لكن لأول مرة تلتقي بعض الدول العربية مع الكيان الصهروني بشكل مشترك وفي مؤتمر واحد ورغم ذلك بعض هؤلاء كان خجلا من أن يتصدى للإعلام أو أن يتحدث للإعلام لأنه يشعر خصوصا في هذه المرحلة بأن الحديث عن التطبيع سيؤدي إلى إنعكاس سلبي سواء داخل بلده أو على مستوى العالم العرب الإسلامي حتى أن موضوع أن تبرير عملية التطبيع بمواجهة إيران لم تحظى بالشعبية لا أحد مقطعين الآن أنه من أجل أنه حارب إيران علينا أن نتعاون مع الكيان الصهروني لا يوجد نوع من شعبية لهذه المقبلة الأمريكيون كانوا يتوقعون زخم أكبر بالنسبة لهذا المؤتمر ومن أفشلهم يمكن هذا التردد الأوروبي واليوم هناك على ما يبدو أزمة كبيرة بين بولندا وإسرائيل صحيح أولا أمريكيون كانوا يريدون أن يكون مؤتمر أكثر من ناحية الحضور من ناحية الدلالات حتى بيان ختامي لم يصدر كما تحدث يمكن سمعت سيد حسان كما تحدث بعض الشخصيات اللبنانية حتى البعض سمى مؤتمر فالصو بالمعنى أنه تعبير الأنفع لكن أنا تقديري أن هذا المؤتمر جزء من خطة أمريكية يتم العمل بالتعاون مع إسرائيلين وبعض الدول العربية لأولا تهيئة الجو لموضوع التطبيع الكامل أو صفقة القرن إذا تم التوصل إليها ثانيا لحرف الأنظار عن الصراع مع العدو الصيوني إلى اعتبار إيران أو حزب الله هم العدو الأساسي في المنطقة لا يمكن القول أن هذا المؤتمر كان فاشلا بشكل كلي لكن لم يحقق الهدف الذي تريده أمريكا منه إيجاد جبهة أو تحالف أوناتهم جديد أستاذ قاسم من هم الخاسرون بمؤتمر وارسو من هم الرابحون وهل توافق أن البعض كتب أن الفائز الأكبر من مؤتمر وارسو هي إيران هل توافق هذه المقولة أو هذا الكلام؟ لأول مرة الآن وأشرت ببعض التعليقات أنه لأول مرة تصبح الجبهة واضحة لم تعد الصراع الآن كان يريد البعض أن يعطي الصراع في المنطقة صراع مذهبي سن شيعي البعض كان يريد اعتباره صراع قومي عربي إيراني لكن مؤتمر وارسو سينعكس بشكل إيجابي أن هناك جبهتان الآن جبهة مواجهة العدو الصهيوني والكاين الصهيوني والتطبيع مع العدو الصهيوني وجبهة التي تعمل لتبرير العلاقة مع الكاين الصهيوني يصبح هذا الموقف يغير خريطة الأوضاع في المنطقة ويفتح المجال أمام تشكيل جبهة جديدة بعكس ما كان يجري خلال السنوات الماضية كل السنوات الماضية كانت هناك هدف تحويل الصراع إلى صراع مذهبي في المنطقة هذا لمصلحة الجمهورية لمصلحة قوى المقاومة لكن الفائز بالجائزة الطردية بمؤتمر هو نتنياهو نتنياهو لديه انتخابات يريد أن يقول الجمهور أنت توفق ما يقال أنه الذخيرة الوفيرة التي عاد بها نتنياهو هو حجم الاختراق الذي حصل عليه بجانب الرسم العربي ولكن هل فقدوا بخسرتها الآن هذا الدعم الأوروبي والغاء اليوم هذا أنصر الآخر إضافة لأنه لأول مرة عالة إيران وقوى المقام تواجه بجبهة موحدة بين الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين وهذا ما حصل في مؤتمر شرم الشيخ عام 1996 أن ذاك عقدة مؤتمر وهمهد للعدوان على لبنان لكن لأول مرة الأوروبيون خارج أي تحالف أمريكي وإسرائيلي حتى الدول العربية لم تكن حاضرة كلها حتى الذين حضروا كأنهم نوع من العتب أو نوع من رفع العتب عنهم لم يكنوا حتى كانوا خجلين من حضورهم محرجون يمكن لم يستطيعوا تبير بعض أراد أن يدخل إلى بعض القاعات من الأبوار الخلفية لا يريد أن يصرح للإعلام حتى السورة الموضوع اليمن برأيك كمان مهم جدا لأول مرة حتى موضوع الصراع في اليمن يأخذ بعضا آخر ما جرى عندما يجلس وزير خارجية ما يسمى بالشرعية اليمنية إلى جانب نتنياهو يتعاطى معهم هذا جعل الشعب اليمني قبل يومين خرج بتظاهرات كبيرة ورددة بهذا وهذا ينبغي على القوى التي كانت على صراع مع أنصار الله وحلفائهم أن تغير وجهتنا خصوصا الأطراف الإسلامية في اليمن أن هؤلاء يريدون أخذ اليمن اليمن البلد الذي قدم للمقاومة والفلسطين كان يمن يشكل جبهة داعمة لفلسطين طيلة السنوات الماضية وكان موضوع تبرعات للمقاومة لفلسطين مؤسسة القدس مركزها كان في اليمن لأول مرة يخرج وزير خارجية ما يسمى بالشرعية اليمنية للقاء مع نتنياهو أنا برأيي هذا سيغير حتى الصراع في وجهة الصراع في اليمن هذه نقطة إيجابية لكن طبعا علينا كمان أن نكون حذرين أن يكون هذا المؤتمر تمهيد لتصعيد المواجهة مع إيران مع حزب الله عمليات أمنية عمليات عسكرية هذه نقطة كمان يفترض الحذر هذه نقطة مهمة ممكن أن تتجه الأمور إلى تصعيد لاستثمار أو استغلال ما جرى بوارس ولكن أستاذ قاسم لأخذ الصورة بشكل مجمل بوجه هذا المؤتمر كانت تعقد قمة سوتشي أيضا البعض عول عليها كثيرا قيل أنه ما خرج عن الرؤساء الثلاثة ليس على قدر التوقعات خرجت بيمكن قرارات وسطية فنتابع هذا المقال بالميادين نت تحت عنوان قمة سوتشي خطوة إلى الأمام خطوات إلى الوراء لأستاذ حسني محلي ونعود لمتابعة النقاش الميادين نت قمة سوتشي خطوة إلى الأمام خطوات إلى الوراء حسني محلي خلافا لما كان يتوقعه كثيرون فقد انتهت قمة سوتشي الثلاثية بخفي حنين وهو مكان واضحا من ملامح الزعماء والمرافقين لهم أيضا على حد سواء فقد عقد الكثيرون أمالا كبيرة على القمة التي سبقتها اعترافات الرئيس أردوغان بالعلاقات المباشرة مع دمشق ولو على مستوى أجهزة الاستخبارات فيما توقع آخرون للزعماء أن يضعوا النقاط على الحروف بشأن مواضيع الخلاف الرئيسية وأهمها الوضع في إدلب وأسلوب تطبيق اتفاقية أضنى وعمل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وأخيرا خطة المنطقة الآمنة شرق الفرات الرئيس أردوغان الذي بدى مرتاحا لنتائج القمة التي لم تحقق أي شيء عملي ومهم رفض تغيير الوضع الحالي في إدلب وهو ما يعني رفضه لأي عمل عسكري روسي أو سوري باتجاه المدينة على الرغم من حديث الرئيسين بوتين وروحاني المتكرر عن ضرورة القضاء على الإرهابيين لضمان وحدة الأراضي السورية واشترط أردوغان من أجل هذه الوحدة التخلص من الإرهابيين شرق الفرات ومنبج كثيرون ومنهم أحد مؤسسي العدالة والتنمية ونائب رئيس الوزراء الأسبق عبداللطيف شنار يناشدون الرئيس أردوغان إجراء المصالحة العجلة والفورية مع الرئيس الأسد إلى أي مدى توافق الأستاذ حسني محلي بما ورد بهذا المقال وخصوصاً القمة لم تتوصل إلى حل الخلافات القائمة يمكن فتحت الباب على المزيد من حل خصوصاً خطوة تحرير حلب خطوة بخطوة كواقع ميداني طبعاً مع التقدير الأستاذ حسني وطبعاً مختص بالشأن التركي لكن أنا وجهة نظري أن الصورة التي أرادها الرئيس بوتين في هذه اللحظة بالذات كانت مهمة جداً عندما تنعقد هذه القمة في اللحظة التي يكون هناك مؤتمر وارسو وتجمع سلاس دول هناك ستين دولة هناك ثلاث دول فقط سلاس دول تغير خريط المنطقة روسيا وتركيا وإيران توازي كل الدول التي اجتمعت في وارسو هذه الصورة أرادها الرئيس بوتين لماذا أراد أن تتزامن هذه القمة مع قمة وارسو أنه أراد أن يقول أن هناك إطار آخر للعمل من أجل مستقبل منطقة يختلف عن إطار طبعاً المواضع ليس سهلاً نحن نعرف حجم الإشكالات بين روسيا وإيران وتركيا بشأن مستقبل سوريا موضوع الأكراد موضوع منطقة إدليب كيفية مواجهة مجموعات المقاتلة مجموعات مسلحة في خلافات حقيقية لكن ما تحرس عليه روسيا وإيران بالذات الإبقاء على الشراكة مع تركيا لأن تركيا كمان رغم أن تركيا إجر بالإفلاحة وإجر بالبور كما يقول المثل حريصة على علاقتها مع أمريكا وأوروبا لكن في الوقت نفسي هي تدرك أن مصالحها استراتيجية اليوم هي مع روسيا ومع إيران لأن هناك الكثير من نقاط المشتركة لكن هذه الصورة برأيي هي كمان عنصر مهم جداً بالمشهد العام حتى لو لم يتم الخروج بأمور محددة عملياً قد يكون يعني كمان الوضع بسوريا الآن لم يحسن بشكل نهائي يعني عندك عدة ملفات كثير دقيقة صحيح ملف الأكراد كثير مهم شرق الفراد نهاية داعش وما بعد داعش تقريباً بدأنا يعني نرسل هذا الموضوع وموضوع أدل كمان موضوع أدل يقال إعادة توظيف على التنظيم من شديد أحد المشكلات التي توجهها الدول الأوروبية المقاتلين الذين كانوا الرهبين في سوريا ماذا سيفعلون بهم وترامب يضغط عليهم من أجل إعادتهم إلى بلدانهم ووروبا رفضت أن النمسة لا تريد لأن هذه مشكلة لهؤلاء هناك أمور حساسة بالموضوع السوري طبعاً في أشخاص أو في مجهات نظر علينا أن نستعجل قطف الثمار لكن وضع بإدلب ليس بسيطاً عندما يكون في هذه المنطقة عشرات ألاف المقاتلين وملايين كمان الناس فأي عمل عسكري أو أي إذن لم يحضر له بشكل جيد أنا سمعت تصريح للرئيس أردوان لأقول لا أي عمل سيتم بالتنسيق بين روسيا وتركيا وإيران طبعاً هذه العنصر كمان مهم إذا أشركت تركيا بعد كل هذا الخلاف والصراع مع تركيا في المنطقة بعمل يستهدف الذين كانوا سبب الأزمة هذا يكون تطور مهم بالإضافة أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا وروسيا وإيران في هذه المرحلة بالذات بأوجه في ظل الحصار الأمريكي العقوبات الأمريكية طب ما هناك شراكة تركيا روسية من ناحية وتركيا إيرانية من ناحية حسابات روسيا وإيران أنا برأيي بالعلاقة مع تركيا قد تختلف حتى عن حساب سوريا يعني هذا بدنا نعترف نحن بالأكد هنا الحسابات السورية لأنه حتى الروس والإيرانيين رفضوا كل مطالب المنطقة الآمنة بالنسبة للمطقة التركية هذا أمر لن يحصل من أستانا وصولا إلى سوريا بتذكر كذا سنة أردوغان أو تركيا تريد منطقة آمنة ولا يحصل ولا يحصل لا أحد يوافق هذا المنطقة ولكن الحسابات السورية برأيكم ما هي المعطيات التي دفعت الرئيس الأسد لشان هذا الهجوم الشرس على التركي خصوصا أن يصف أردوغان بالأجير الأمريكي وهذا تيقن تريد سوريا إيصاله إلى الأتراك بأننا لازلنا لا نثق بكل ما تقومون حتى من مبادرات إيجابية تتظاهر وجود الجيش التركي على أراضي السورية هو وجود محتال لأنه لا يحصل بموافقة سورية ولا يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية بالنسبة إذا أخذنا الموضوع من منظور سوريا الرئيس بشار الأسد ينظر للموضوع من زاوية السورية بالأخير هذا جيش محتال لا يتم التنسيق وحتى الآن لم تقدم تركيا نوع من مراجعة لكل المرحلة الماضية رغم أنها تدرك مقاطر على تركيا بالإضافة أن هناك حسابات سورية داخلية يعني حسابات الإيرانية والروسية بالعلاقة مع تركيا تختلف نهائيا عن النظر السوري يعني صحيح النظرية التي تقول أن هناك نقاط الخلاف والاتفاق متباينة بين اللاعبين الأساسيين صحيح لعب الإيراني الروسي مع السوري طيب أنا أوافق لكن بالأخير طبعا هناك كمان رهان تركيا مستقبلي مثل ما يمكن سمعنا أنه في بعض أطراف بتركيا تدعو لإعادة العلاقات مع السورية بانتظار بالأخير ما في إذا بنحكي بالمنظور كل بالأخير ممكن يذهب إلى الآخر أردوغان بهذه الخطوة إعادة هذه ما في خيار لا لا ما في خيار أمام تركيا بالأخير خصوصا أن الموضوع طالما إذا الشعب السوري اختار الرئيس بشار الأسد بعين انتخابات أخرى فهو الرئيس الذي يمكن تعاونه لكن كمان أردوغان لن يخرج بسرعة من وضعه الماضي بهذا الاتجاه أنا برأي نحن أمام مرحلة انتقالية يعني أصبحنا في المسافة الأخيرة بالسيران لكن في ملفات ساخنة من حسن الرئيس بشار ركز على موضوع كتير مهم وأنا برأي هو سبب جوار موضوع دستور يعني الآن هناك بحث عن مستقل سوريا أي سوريا نريد ليس فقط بعد إخراج المسلحين والمجموعات الإرهابية وانتهاء الأزمة الأمنية لكن ما هو دور نظام بالسوريا كيف سيكون هذا النظام وهذا السرع لذلك الآن حتى الضغوط الأمريكية ممنوع إعمار سوريا ممنوع إعادة النازحين للضغط باتجاه لأنه أهم لجنة الآن كانت تجتمع هي لجنة دستورية لأنه رئيس بوتين ركز على بالقمة وبالذلك على موضوع لجنة سياسية لجنة دستورية هذا هو الموضوع حتى في إتمام تركيا خلوصي أكاركرة دائماً تركيا تريد بعد كل هذه السنوات أنه لا تريد أن تخرج من هذاك بدون حمص كما تقوله خوية اليدان خوية اليدان تركيا لديها مصالح استراتيجية وأمنية أنا برأيي الوضع دقيق جداً لكن حسابات الرئيس بشار الأسد وحسابات سوريا هي حسابات الدولة حسابات النظام حسابات الوضع الداخلي هذه اللغة تتناسب لكن بالأخير إذا أريد أن أقول الواحد بالمصالح استراتيجية سمعت أحد الزملاء اليوم خبير بالشأن السوري يقول أن هناك أزمة ثقة ما بين الرئيس بشار الأسد وما بين رئيس أردوغان وأمير قطر وهذه كمان أحد الأسباب لأنه تعاون معهم بشكل جيد فأمن قلبوا عليه وعملوا ندام الحديث ليس فقط عن محور ما يسمى محور المقام بوجه أمريكا والخليج أيضا هناك صراع عذرا سني ما بين تركيا وقطر بوجه السعودية الإمارات هذه أحد وجوه الأزمة لكن أنا تقديري نحن اليوم يجب أن نأخذ الوضع إلى مراحل أخرى إذا كان رؤية سراتيجية الآن ما بين أمريكا ومن يريد أن يعمل مع أمريكا وبين الدول الأخرى بدنا نسي نطلع من الإشكالية المذهبية أو الإشكالية القومية علينا أن نبحث عن إطار إقليمي للتعاون لحل أزمات المنطقة تطرقت إلى نقاط خلافية لابد من الإشارة إليها يعني وضع الأكراد لانسحاب الأمريكي وخصوصا أيضا تنظيم داعش كيف يتم محاولة توظيفه بالمرحلة المقبلة سنتابع بهذا المقال بصحيفة البناء اللبنانية تحت عنوان هل بدأ الأمريكيون بترحيل داعش إلى محيط إيران للأستاذ وفيق إبراهيم ونعود البناء اللبنانية هل بدأ الأمريكيون بترحيل داعش إلى محيط إيران وفيق إبراهيم يجمع القادة العسكريون الأمريكيون في البنتاجون المكلفون شؤون الشرق الأوسط على أن عودة داعش إلى الميدان الإرهابي لن تتأخر عن ستة أشهر والمدهش هو ما يؤكده البنتاجون الأمريكي نفسه بأن التنظيم لا يزال نشيطا وأنه يجدد وظائفه وجغرافيته الجديدة ولديه موارد من استثمارات سرية في أكثر من بلد في العالم هذا إضافة إلى المال المتوافر بين يديه نقدا بداية كانت المصادر الإعلامية والاستخبارية تشير إلى وجود أكثر من أربعين ألف إرهابي كانوا ينتشرون في شمالي سوريا إلى أقصى جنوبها عبر أنحائها الشرقية ومن البديهي السؤال أين رحل هؤلاء ومن نقلهم ولماذا الاكتفاء بالأعلان عن نحو بضعة آلاف منهم إلى جانب آلاف الأطفال والنساء فكيف تبخروا بسحر ساحر أمريكي بذلك يستكمل الأمريكيون وفريقهم الخليجي تطويق إيران من العراق وباكستان وأفغانستان وبتحريك داخلي بواسطة مجاهدي خلق فينكشف مؤتمر وارسو على أنه مخطط لتفتيت إيران وإعادة استنهاض داعش لاستعمالها في مناطق جديدة لكن لإيران وسائلها في إجهاض محاولات تفكيكها أو الحرب المباشرة هناك حروب تلوح في الأفق لن تكون روسيا بعيدة عنها وهذا ما تعرفه أوروبا مسبقاً فتحاول الاعتراض على المشروع الترامبي وحدهم عرب الخليج ومصر والأردن يتباهون بأداء دور أدوات لا تخدم إلا إسرائيل والسيطرة الأمريكية على العالم مع الاستمرار في سجن شعوبهم في زنازين القرون الوسطى وحسابهم عند شعوبهم عسير رغم الإعلان أستاذ قاسم عن الانسحاب الأمريكي من سوريا هناك تشكيك إن كان روسي قلق حتى تركي إيراني حيرة أوروبية تجاه هذا الانسحاب بالمقابل محاولة لما يسمى بإعادة استنهاد داعش هل هذا برأيكم هو مخطط أمريكي تسعى إلى تطبيقه بالمرحلة المقبلة؟ صحيح وما أشار إليه أستاذ وفيق أبراهيم كثير مهم ودقيق خصوصاً تزامن مؤتمر وارسو مع عملية زهدان التي استهدفت الحالة الساوري وهذه كانت مؤشر خطير ولأول مرة وطبعاً رغم العلاقة الجيدة بين إيران وباكستان والتعاون الرثيق في الكثير ملافات لأول مرة بعض المسؤولين في إيران يشيرون لمسؤولية المخابرات الباكستانية عن هذه التنظيمات الإرهابية هناك خوف كبير لأن هناك إحدى المعضلات الكبرى بعد انتهاء الأزمة السورية والأزمة العراقية أين يذهب هؤلاء المقاتلون أو هؤلاء الإرهابيون هذه إشكالية كبرى هؤلاء للأسف يصبحون جزء من عملية توظيف أما يأخذونهم إلى منطقة بورما تحت أنوان المسلمين روهينغا لموضوع الصين لأنه كمان موضوع الصين علينا أن لا نستسهل هذا الأمر أو إحاطة إيران بمجموعات إرهابية لإستاذ إيران نذكر السيد حسن نصر الله تحدث أن داعش ينتقل إلى آسيا وشرقه هذه المجموعات التي قد بعض أفرادها يظنون أنفسهم أنهم يقومون بعمل ديني أو جهادي يصبحون جزء من استخدامات يعني ما يسمى بندقية للإيجار يأخذونهم والآن واضح رغم أنه أنا أعتبر أن هذه المجموعات لديها عندما تتأسس خلفية دينية سواء من النصوص لكن تتحول إلى أجهزة مخابرات الآن الأمريكيون هم ينقلون هؤلاء من منطقة إلى منطقة يسهلون انتقالا هم ينقلون هؤلاء لتنفيذ أجندات تخدم الأمريكيين أو الإسرائيليين أو بعض دول الخليجي للأسف ما جرى بموضوع زهدان أمر خطير أنا برأيه لأول مرة بحجم هذه العملية تستهدف ولأول مرة لأنه محيط إيران هم يريدون بعد أن فشل إمكانية إيجاد صراع عربي إيراني كل الفترة الماضية وموضوع السن الشيعي لم يعد هو بدهم يأتون من بعض المناطق الإسلامية لإحاطة إيران بعمى عمليات أمنية افتراضا أو إعادة تشعيل إشعال المناطق الحدود في إيران هناك حرك سعودي زيارة لبن سلمان إلى هذه الدولة تزامن كمان بعض مقتم الواسط فيه الآن خطة إذا لم فشلنا في استهداف إيران مباشرة فشلنا في موضوع سوريا فشلنا في موضوع لبنان لماذا لا ننقل المعركة إلى مناطق أخرى قد تكون هذه المجموعات جزء من هذه استراتيجية وهذا يجب علينا أن نحضر لأنهم إذا فشلوا المواجهة المباشرة لن يقفوا ونحن طبعا في أجواء الزكرة الأربعين لانتصار الثورة خلال أربعين سنة تم استهداف إيران بأكثر من أسلوب معين بمحطات أمنية متعاملة لذلك هذا الموضوع جد خطير طبعا للأسف لأن هؤلاء الشباب يدركون ما يحضر لهم يمكن نحن بحاجة مثل ما صارتنا نريد تاريخي مع الخوارج الإمام علي عمل لمحاولة هؤلاء لكن هؤلاء تحولوا إلى ما يسمى بغاد بالمنظور من الدين هؤلاء سيتحولون يعني بحاجة إلى حارب أكثر تكون فكرية عقائدية أكثر لما هي عسكرية لأنه راح نروح على جبهات أخرى تأخذ المنطقة إلى مشكلات تخدم استراتيجية أمريكية وتخدم من طب ما جدية أستاذ قاسم هذا الانسحاب الأمريكي يقال أنه أجمعت التقارير الدبلوماسية حول حتى مؤتمر ميونيخ للأمن أو بعد قمة سوتشي ومؤتمر وارسو أنه قراءة شبه موحدة توحي بتأجيل هذا الانسحاب الأمريكي وأساسا كان ترامب يريد حتى يقال اليوم قرأت أنه إمكانية شراء منظومة قبة حديدية تشتريها أمريكا من إسرائيل لوضعها في عندما أعلن رئيس ترامب شخصيا كان يريد أن يخرج من المنطقة يعتبر أن هذه المنطقة ليست مفيدة من الناحية المالية هو أعلن بصراحة نحن نقدم بهذه المنطقة لا يوجد فائدة لأنه لا يوجد غاز ونفط يستثمرون ولا يوجد مصاري أموال من وراء الوجود لذلك ترامب كان جدي في موضوع الانسحاب لكن الاعتراضات التي حصل علي سواء من قبل خارجية أو الدفاع أو المخابرات أو من قبل حلفاء أمريكا أدى إلى تأجيل الانسحاب إلى نيسان حسب ميقا لكن يبدو أنه يتم تبطيء الانسحاب لكن بالأخير أمريكا لن تستطيع أن تبقى في المنطقة وهذا يمكن ما دفع أن تستجد الاتحاد الأوروبي القوى الكردية قوات سوريا الديمقراطية تحديدا لأنه لا هنت على الأمريكان حتى الآن لم يحققوا لها المنطقة موضوع الأكراد أصلا كمان الأكراد هم من أول من اعترض لماذا تركتمونا هنا كان حتى ترامب أول ما اتصل بالرئيس أردوغان أن هذه سوريا لك بهذا التعبير أنه قدمت كهزية البعض هو يحاول كان إرضاء تركيا تحت من أجل كمان لأن تركيا أطلقت صراحة القصة الأمريكية الذي كان معتقد كان في صفقة معينة لكن يبدو لم تتم والآن في مشكلة العلاقة إذا وهذا يمكن ركز عليها الرئيس بشار الأسر أولا الكثير مسألة مهمة إذا أعادت انتظمت العلاقة بين الأكراد في شمال سوريا وبين الحكومة السورية يتم سحب أحد فتائل هذه الإشكاليات وهذا ما تسع إلى الدولة السورية حتى أن هناك تنازلات يقال من قبل الأكراد بتقاسم حقول النفط بأن تصبح الدولة هي التي تسلم أمور وزمام الأمور الإدارية بهذه المناطق سوف نعود أستاذ قسم ملفات يعني إقليمية كثيرة يمكن مناقشته ولكن للأسف سندخل أيضا إلى الجانب اللبناني والشق المحل بتحدياتها الداخلية والخارجية ولكن اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام ومن بعده نعود لمتابعة حوار الساحة من شديد أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الكاتب الصحفي اللبناني أستاذ قسم قصير وقبل أن نتابع هذا الحوار اسمح لنا أن نذهب إلى هذا المقال بصحيفة الأخبار اللبنانية تحت عنوان جدول الأعمال محصور بمنع الانهيار حكومة بلا سياسة لإبراهيم الأمين أتفاهمات التي سبقت إقرار الحكومة وحتى نيل الثقة لم تجتمل مطلقاً على أي ملفات سياسية ولدى مناقشة البيان الوزاري لم يجري نقاش جدي في مسائل كسلاح المقاومة أو المحكمة الدولية أو العلاقات مع سوريا إذ كان الجميع مدركاً أن هذه ليست على جدول أعمال الحكومة ولا هي من اختصاص من يجلسون إلى طاولة مجلس الوزراء قوة التفاهمات ناجمة عن أنها جرت بين القوى الأصلية لا بين الوكلاء وهو ما يفسر ضيق هامش المناورة أمام أطراف باتوا ثانويين اليوم وربما أبرزهم وليد جملات تليه القوات اللبنانية اللافت كان في الدخول القوي لحزب الله مجدداً في الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي فبعد أسابيع من الهدوء والتسريبات عن عدم نية الحزب الدخول في معركة قد تتسبب له في متاعب سياسية وغير سياسية عادت قيادته إلى اتخاذ قرار المضي في هذه المعركة وسيعمل على إنشاء ملف لكل قضية وسيجري التعامل مع كل ملف وفق خصوصيته والحزب ليس في وارد الدفاع عن أي متورط في الفساد وعلى الآخرين ممن يدعون الحرص على مواجهة الفساد العمل على إعداد ملفات موثقة وعدم الاكتفاء ببيانات تشهير والذهاب إلى القضاء وعندئذ فليختبر هؤلاء الحزب إن كان سيدافع عن أي متورط سيد قصيري هل التفاهمات القائمة ولدت حكومة المهمة الأساسية هي مواجهة تحديات فقط اقتصادية دون التطرق أو القفز فوق الملفات السياسية أو تحت مسمى لصرنا نعرفك لبناني النائب النافس ما قاله الزميل إبراهيم الأمين دقيق من ناحية الأولوية أن الأولوية اليوم هي لمعالجة الأزمة المنية الاقتصادية لأنها هي التي الآن وصلت إلى مستوى الخطير جدا كان يعني يفجر وضع البلد وهذا الأمر هو دفع كل الأطراف أولا من إسراء بتشكيل حكومة حتى حسب المعلومات أن الفرنسيين والمصريين باللحظات الأخيرة ضغطوا على بعض القوى المحلية التي لهم علاقات بها من أجل عدم التأخير بتشكيل حكومة بالإضافة أن حزب الله واهتمامه بالملف الداخلي هذا الاقتصاد هذا الموضوع أولوي لكن أنا وجهة نظري الملفات الثانية لم يتم يمكن نقاش حولها لكن هي ستكون مهمة الملفت أن أول زيارة كان بأول يوم عمل حسب التعبير لأحد الوزراء الأساسيين بالحكومة ملفت الكثير مهم بالنسبة للبنان ملفت النازحين أول يوم وبسوريا هذا مؤشر أما أن الأطراف التي كانت عندها مشكلة مع وضوع السلاح المقاومة أو مضوع علاقة السورية مضطرة للسكوت أو للتعاطي بشكل واقعي أو أن هذا الموضوع صار كمان شبه محصوم لما في خيارات أول شيء موضوع المقاومة الآن سيستمر طالما في بحث عن استراتيجية دفاعية موضوع العلاقة مع سوريا ستكون موضوع واقعي وعملي بغض نظر على المواقف المصدفة برأيكم هذا الزيارة اللافتة سأبدأ من كسر هذا القيد الذي كنا نتحدث عنها أو القطيع التي رسخت بالحكومة السابقة مع الوزير معين المرعب الذي كان مستلم هذا الملف وهذه الوزارة إذا أمكن القول هذه الزيارة السريعة بيوم أول بعد نيل الثقة أكيد تحمل رسائل بعلم رئيس الحريري هذا هو كمان العنصر الجديد بالأول كان رئيس الحريري يعترض أو يقدم إشكال عندما قام بعض الوزراء بالحكومة السابقة بزيارة سوريا لأما افتتاح معارض أو مشاركة بمؤتمر كان يصدر رئيس الحريري أنه أنا لم أكن صح أنا عنم به لكن حسب ما قال الوزير صالح غريب أنه لا هذه تمت بمعلم الرئيس صالح الحريري افتراضه وذلك وزارة أخرى كمان سيكون لها دور أساسي في المرحلة المقبلة هي وزارة الدولة للشؤون التجارية التجارة الخارجية كمان أنا أتوقع أن الوزير حسن امراد كمان قريبا قد يكون في سوريا لأنه أحد الأهم الملفات هي العلاقة مع سوريا خصوصا نحن أمام شخصيتين إن كانت صالح غريبة وحسن امراد هما صحيح أنا من اللحظات الأولى عندما تم تشكيل حكومة بعض الزملاء كان يسألون أهم وزيرين بهذه الحكومة مع احترام لكل الوزراء هن وزير الدولة لشؤون النازحين ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أنه هذين الوزيران سيتوليان العلاقة مع سوريا ما الهدف برأيك بالنسبة للحريري بتولي هذين الوزيرين يعني إعادة هذه العلاقات مع سوريا رأي سعد الحريري لأسباب ذاتية وأن كنت غير منطقية وغير موضوعية بالأخير لا يريد الآن زيارة سوريا أو لا يريد هو تولي تنزيل أنا وكرر ذلك قبل عدة أيام لكن بالأخير نحن أمام بلد المفتاح الأساسي لنهضة هذا البلد هي العلاقة مع سوريا بالتجارة بموضوع النازحين بموضوع إعمار سوريا ما في مجال للبنان إذا بدوا يخسن وضع الداخل إضافة لموضوع الفساد وتحسين وضع النظام لكن العلاقة مع سوريا أنه الآن بعد كل سنوات العجاب التي دفع لبنان ثمن كبير بسبب الأزمة السورية عندما تأتي السنوات الإيجابية لإعطة الأعمار وعلينا أن نستفيد أن نستثمر ما قدمناه من تضحيات في هذا نقول نحن لا نريد العلاقة مع سوريا برأيكم بالسياسة أستاذ قاسم هل نحن أمام النسخة الجديدة لرئيس الحريري اليوم وصف أستاذ إبراهيم الأمين بالأخبار وهل تيقن الحريري من قواعد اللعبة يمكن القول الجديدة في لبنان والمنطقة بات أكثر قرار مرتبط بالتطورات المحلية الرئيس الحريري يشبه اليوم الرئيس رفيق الحريري بمساقته الثانية بعد أول مرحلة لأنه كمان رئيس رفيق الحريري في السنوات الأولى كان لم يدرك حقائق الوضع الداخل يعني نتحدث من الستة وتسعين تقريبا عندما بعد تفاهم نسان علاقته مع حزب الله تطور العلاقة حتى مع العلاقة مع السورة كيف تطورت يعني الرئيس رفيق الحريري نفسه احتاج لعدة سنوات ليدرك بعض الحسابات حتى يقدم رؤية جديدة خصوصا بعلاقته مع حزب الله والمقاومة الرئيس سعد الحريري اليوم بهذه الحكومة وبما يقوله من مواقف هو يقدم نسخة جديدة من الرئيس سعد الواقعي الذي يتعاطى مع الأمور بطريقة عملانية وإن كان أنا برأيي بحاجة شوي لوقت بعد لا يدرك المتغيرات الحاصلة في المنطقة أنه ما في خيار للبنان هو كمان استاذ وليد جمبلات ويمكن لاحقا قوات لبنانية حتى القوات والاشتراكي لازالوا يحاولون المناورة تحديدا بموقف الوزير بصعب بمؤتمر ميونيخ كان هناك اعتراض من قبل القوات اللبنانية كذلك على زيارة الوزير الغريب واعتبروا هذا خارق بل نظل نسمع بعض الأصوات الإشكالية لكن هذه الأصوات لم تعد مؤثرة بالمشهد السياسي حتى يمكن استاذ وليد جمبلات بأحد مؤابلاته وكان يقول أنا لن أزور سوريا لكن لا أمانع بقيام الوزراء بزيارة سوريا مع أنه أعالة اللهجة التصعدية بالفترة الأخيرة أكثر اتجاه سوريا مبطر هو إلى إعادة ترتيب وضعه الداخلي خصوصاً ويواجه الآن شوية اعتراضات داخل البيئة التي هو يتواجه فيها لكن بالأخير نفكر بمصلحة لبنان ليس لنا في لبنان مصلحة سوى إعادة العلاقات مع سوريا بشكلها الكامل مش بشكل جزئي يعني العلاقة لم تنقطع مع دولة يعني بالأمنية والاستغبارات سفرات موجودة لا تزال حتى الاتفاقيات بين لبنان و سوريا مجلس التنصيق لبنان و سوريا لا يزال قائم ولو نظرياً المنسق العلاقة بين لبنان و سوريا أستاذ نصري خوري لا يزال يقوم بمهامه فقط إعادة تفعيل إذا كان نفس وإن كنت أنا حتى رئيسة حريري بحاجة أنه كمان يعيد النظر بغير الجانب الشخصي هنا قال تحليلات أنه بالفعل تخطى حتى الجانب الشخصي وهل تلمس حزب الله الرسائل الإيجابية التي أرسلها الرئيس الحديدي خصوصاً بما توصل إله بقولي بذكرى 14 شباط أستاذ قاسم بأنه لن يسمح لقرار المحكمة الدولية بالتسبب بفتنة لبنانية كأنه إشارة إضافية أيضاً أنه أنا مستحط لبنان صحيح صحيح هذه نقطة استباقية طبعاً منذ الحكومة الماضية تجاوز موضوع محكمة الدولية يعني استقرار قبل كل شيء أنه عندما ذهب يوم عودة محكمة دولية لإعادة تفعيل دورة أو شيء قال أن أنا أتشكل حكومي وأنا رائحة لبنان أريد استقرار رئيس الحديد يدرك الآن حتى لحساباته الذاتية أنه ليس له مصلح الآن بإفتعال أزمة داخلية يريد الاستقرار يريد ترتيب بعض الأمور الداخلية إنجاز بعض المهمات لأنه عنده بعد ثلاث سنوات انتخابات وهذه الانتخابات كشفت حجم التراجع اللي عم بوجه طيار المستقبل أصبح هناك أقطاب سنية يعني شاركت بالحكوم مقطة أخرى كمان مهمة هل ما بعرف قديش حجم تأثيرها قاصة بالعلاقة مع سوريا إذا صحت المعلومات التي نشرت قبل حوال سابيع عن زيارة شقيق الرئيس سعد حريري بهاء الحريري إلى سوريا والبعض يقول أن هذه الزيارة تمت بموافقة سعودية أن هناك كمان حجم من الأعمال والأشغال بسوريا في مين عم ينافس ولا يمكن أن نغفل الزيارات كان الوفود الإماراتي التي ذهبت اقتصاديا وحتى سياسيا لكن الأمريكيون الآن الأمريكيين الآن الدور اللي عم تلعب ويقال لفتح إعادة فتح استفارات الأخرى عم بحاولوا الأمريكيون يأخروا هذا الانفتاح العربي على سوريا لأسباب ضغط بالموضوع السياسي برأيكم ما هي الدلالات إذا صدقت الترجحات التي تتحدث عن زيارة بومبيو بنيسان المقبل أو أذار المقبل إلى لبنان طبعا أمريكيون أرسلهم مستشار مساعدة وزير الخارجي للقول كمان لحلفاء بلبنان أو أصدقاء أننا مشتركين لبنان بظل ما يقال أن لبنان أصبح تحت منظومة وضع جديد الأمريكيون يريدون لبنان أنا برأي على صغر حجمه وهذه معلومات ليست تحليل يشكل أحد أهم المراكز استراتيجية بالنسبة للأمريكيين خصوصا بموضوع الحرب على الإرهاب وإذا منلاحظ خلال كل السنوات الماضية الدعم الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي للجيش اللبناني والأجهز الأمنية لم تنقطع وحسب المعلومات أن أكثر بلد يتم التعاون معه من قبل أجهزة أمريكية هو لبنان بموضوع الحرب على الإرهاب هني بدون يظلوا مسكين إذا ما قدروا مسكين لوضع السياسي لأنه ما بيقدروا يوقفوا أمام تغير السياسي الشعبي أمام حجم دور حزب الله في لبنان على الأقل موضوع الأمني والعسكري بيظل عندهم هني مسكين لذلك الأمريكان مش عم بيتخلوا حتى روسيا عندما أعلنت روسيا أنها تريد تقديم مساعدة للجيش اللبناني بناء لطلب رئيس الحكومة واتفاق جرى حصل اعتراض أمريكي والغربيون وعملوا مؤتمر بإيطاليا كمان بمن ننسى إضافة لمؤتمر ساد مهتم بالشأن الإصلاح هناك مؤتمر آخر عقدة بإيطاليا تحت عنوان دعم الجيش اللبناني وإنشاء أمنية هني بيعتبروا لا يزال يعتبروا أن هذا القطاع بالنسبة له كتير مهم وأساسي يجب تعزيز التعاون معلومة بهذا المجال لعله هني أما براهنوا على متغيرات مستقبلية أو من أجل الاستثمار في الموضوع أنا أخبرني أحد الدبلوماسيين العرب سألته لماذا هذا الاهتمام بلبنان يعني من قبل الرهوم كل الظروف وفي ملفات قال لي موضوع الإرهاب أحد النقاط الأساسية لأنه لبنان يشكل أما ما مر أو كان مقر لمجموعات ما بلن يتحول مرة تانية لمركز لمجموعات هنا التساؤل أستاذ قاسم ولكن هل من حارب الإرهاب بلبنان هم الأمريكيون أو دعمهم هذا التباين حتى أنا بتابع بعض التقارير الأمريكية وبعض التقارير الغربي يقول أنه كيف أنتوا تحاربوا إيران وحزب الله وهن اللي عم بيساموا بمواجهة مسلوعة إرهابي وبتكون أنتوا تعملوا حصار على إيران هذه أحد إشكالية كما يتعلق بحزب الله أستاذ قاسم بالأوينة الأخيرة يقال أنه يذهب حزب الله إلى اللبنان أكثر يعني تحتى هذا التعبير يوجد وجهتي نظر متناقضتين الأولى تتحدث أنه هو يريد أن يصبح جزء لا يتجزأ أن ينجح هذا النموذج خصوصا فيما يتعلق بملفات بمحاربة الفساد لأنه كان طرفه من 92 دخل الحكم ولكن أيضيه بيضاء يعني لم يدخل أي صفقة بالفساد أما وجهة النظر الثانية التي تقول أنه حاجته إلى الداخل اللبناني إلى مواقع أساسية تحديدا بالسلطة التأثير فيها لتعويض الأضرار التي لحقت به بالداخل السوري بمقابل التفوق الإيراني والموسي والعقوبات الأمريكية كلمة اللبنان اللي أحبه حزب الله لبناني بالعمق يعني حضوره بلبنان ودوره بلبنان بالمقاومة وبالشأن موجود يعني منذ أن تأسس حزب الله وهو يدافع عن لبنان وهو لبناني بالمعنى إذا بنا نحكي بس لشان لم يكن إيرانيا أو لم يكن غير لبنان حزب الله لكن موضوع الداخلي لأن حزب الله كان عنده اهتمامات إلى علاقة بالمقاومة وإلى علاقة بالوضع الإقليمي كان الموضوع الداخلي مش عم بياخد الجانب الأساسي لكن بالانتخابات الأخيرة أصبح الوضع الداخلي اللبناني جزء أساسي طبعا حزب الله شاركوا انتخابات بلدية من 92 بالانتخابات النيابية بالحكومة من 2005 يعني مش جديد لكن لأول مرة يصبح الملف الداخلي اللبناني مش بس بموضوع المقاومة ودفاع عن لبنان بالموضوع الفساد والوضع اقتصادي أصبح أولوية يوازي أولوية المقاومة إن لم يكن أنا حسب تأديري وإن كانتني ما بيحبوا يقولوا هالشي أهم أحيانا من المقاومة لأنه وصلوا لقناعة حسب بعض المعلومات أنه طب نحن عم ندافع عن لبنان وعن شعب لبنان وعن نخرر لبنان لكن للأسف لبنان داخليا الشعب المحتل من الفساد ومن سوق إدارة الدولة علينا أن نهتم بهذا الموضوع لذلك ركزوا منذ انتخابات نيابية إلى اليوم الآن هو التحدي الأساسي كيف يتم تحويل هذه الرؤية إلى واقع عمل تمام بأشعارات طبعا نعم بأدموا أفكار اقتراحات لكن أنا رأي حزب الله لوحده لا يستطيع حزب الله بحاجة إلى تشكيل ما يمكن تسميته جبهة وطنية قبل أن أذهب إلى الجبهة الوطنية هل المعركة بالنسبة لها لحزب الله هي أكثر من معركة استعراضية لا نتحدث فقط عن إعلام مجلس نيابي بل هو قادر على يمكن تحمل تدعيات فتح هذه المعارك الخاصة بملفات وقضايا فساد لأنه البعض يقول قد تصيب الحلفاء له أنا حسب معلوماتي أن حزب الله أول شيء أبلغ كل الحلفاء أن هذه المعركة بالنسبة له جدية وتفاهم مع الحلفاء على إدارة هذه المعركة إذا كان في بعض إنعكاسات على العلاقات عم بتم ترتيبة يمكن تحت عنواني ما مضى ممكن أن واحد يسكر البيب عليه الجزئية وأن كان فيه ملفات ممكن ما فيك تسكر عليها لكن بالأخير نحن لا نستهدف أحد وهذا عم بتم أعلانا نحن نريد إنقاذ الوضع اللبناني وهذا الموضوع كمان الحلفاء معنيون بالتفاهم مع حزب الله لكن أنا وجهة نظر أنه عم بعلها حزب الله أن لا يكتفي بحلفائه التقليديين سواء تيارة وطنحار أو حركة أمل لا مفروض تشكيل جبهة تضم كل من مستعد للمواجهة حتى وأنا هون أحد إشكاليات اليوم على القوى التي الآن لا تزلت تقوم بالتظاهرات الحزب الشيوعي أو القوى المستوى المدني نحن نعمل تظاهرات للاعتراض على أداء الدولة الآن في قوى داخل هذا النظام نحن جاهزين للمواجهة تعالوا لنتحالف مع بعض لنشكل إطار ونحط خريطة عمل إذا كنت نعطي فرصة لأنه ليس مهم بس نطلع الصوت أو ننزل على الشارع مهم يكون لنا خريطة عمل لكن هذه الفئات يعني نتحدث أو هذه الأقطاب أستاذ قاسم يقال أنه لديها علامات استفهام أريد أن أعطي مثل نحن بالداخل اللبناني كان لافت أنه إعادة النائب حسن فضل الله إثارة موضوع حسابات الدولة بسورة عامة ولكن البعض الآخر يقول أنه في أمور متدورة بوزارة المالية تقول بتصفير هذه الحسابات وأقفالها إلى غير رجعة بما يتعلق بما تسلمه إذا نتذكر الوزير والرئيس السانيور حتى بإياما للرئيس السانيورة أنا حقيقة ما عندي معلومات تفصيلية كيف سيتم معالجة بس إحنا كمان إذا بدأوا أحد يحكي بشكل واحد طبعا موضوع يفترض طرح كل الأمور وبشكل علني وواضح وصريح ورأي العام يعرف لكن بالأخير إذا بدأنا نفوت بكل الملفات الماضية أنا برأيي ما منخلص ونفوت بأزمة طويلة على الأقل مثلا آخر خبر إضافة للـ 11 مليون فيه 400 مليون دولار اجداد بدأوا يعطيهم للبنك الدولي للحكومة اللبنانية وهالي ما إلهم مصروف أو رحين يصرفوا بالله بتنمي بدأوا أما مستشارين أو خدمات أو شيء طبعا على الأقل إذا مش قادرين نفتح كل ملفات الفساد الماضي على الأقل خلينا نوقف برأيك أهم ملف هو مظبوط ما يتم طرحه ملف القضاء يعني رفع الغطاء عن القضاء اللبنان لأنه بالنهاية نحن نعرف يعني مثل التفتيش المركزي يعني هذه المؤسسات الدستورية قادرة أن تتجنب الكيدية السياسية أستاذ قاسم هذا أحد أهم عناصر الإصلاح بأي بلد القضاء المستقل إذا بتتذكري إيطاليا حتى ماليزيا أخذ يعني أي بلد إذا ما في قضاء مستقل وقضاء قوي وقضاء ما له علاقة طبعا باللبنان صعبت كل شيء بشكل سريع لكن على الأقل نعطي فرصة القضاء يكون قادر على متابعة الأجهزة الرقبية مجلس خدمة المدنية يرجع يشتغل دوان المحاسبة التفتيش المركزي نحن بحاجة لإعادة وضع خارطة الطريق بكل تفضل وحسب معلوماتي أن حزب الله يركز في هذا الجانب أحد عناصر التركيز على الموضوع أنا ما بدي يجي شوف الموظف الفلاني والله سرق 100 ألف أو 200 ألف بقدر ما بدي أعمل أنظمة أعمل آليات خطوات المستقبل منظومة الفساد لأن الفساد في لبنان هو منظومة بحاجة لأزهزة رقبية يقول لي المخرج أنه انتهى الوقت ولكن أريد جواب سريع على هذا السؤال المناورات الإسرائيلية الأخيرة محاولة إظهار هذه الصورة مع أنه اللواء تحديدا يقول حزب الله لم يعد تنظيما أو يمارس حرب العصابات بل أصبح جيشا حقيقيا هل هذا يعني نحن أمام احتمالات بعيدة جدا عن هذه السيناريوهات الحرب حتى الآن لم ينضج عند الإسرائيليين وهذا يمكن يقوله سيد حسن والخبراء بالموضوع أنهم قادرون على مواجهة حزب الله بس إسرائيل تستطيع لن تنتظر شيئا لكن حتى الآن وللأسف مش للأسف نقطة أولة أن الجيش الإسرائيلي أصبح بوضع غير قادر حتى على أن القيام بعمل عسكري الآن هذا ما بينهي ضرورة الحزر والانتبال ويمكن نحاول يظهر بهذه المناورات وخصوصا أنه أصبحنا أمام جبهات متكاملة وليس جبهة واحدة فقط على كل الأحوال أشكرك جزيلا شكر أستاذ قاسم قصير الكاتب والصحفي اللبناني وشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من حوار الساعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا